عايز أسألك كابتل إن شاء الله لو إحنا في حالة جيدة ومتطمنين على المباراة بشكل جيد من اللعيب اللي نفسك تشوفه؟ من اللعيب اللي أنت مستني يجهز؟ من اللعيب اللي أنت شايفه بره؟ غير أنت قلت طبعا حسام حسن نتكلم مساء على محمد محمود نتكلم على محمود متولي من شايف أنه ممكن جدا يكون ليه دور للنادي الأهلي على الفترة الطويلة اللي جاية؟ ده أنا مش أقول لك كهاني الحقيقة في السؤال دوت أو الإجابة بتاعته مش أقول لك على العيب من منعدك أنا في العيب الحقيقة بياخد دولاتي جوة الحداشر كريم فؤاد الحقيقة أنا مرمته مرم معي فترة في النجوم لغاية دلوقتي أنا مش شايف كريم فؤاد اللي هو عنده أكتر عنده أكتر بكتير قوي بكتير قوي يعني كريم ده فؤاد عنده السرعة وعنده الحاجات اللي هي ما هوك في واحد وحد في التلتي الهجومي مميز جدا ويفوت ويحط كروسات ويخس جوة ويشتغل مع رأس الحربة مواقف واحد واحد الدفاعية مميز جدا محدش مفروض برقصه فأنا بس بقول لك كريم فؤاد الحقيقة بقول لك كريم لأ لازم أرجع أشتغل زي ما كنت شغال اشتغل بثقة ما تخافش أنا حاس أنه الآن كان كويس 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 يتكلم على عنده أكتر يعني اللعب عنده أكتر أنا شايف أنه عنده أكتر كمان طبعا في نفس الوقت في محمد محمود يعني الحقيقة هو ابتدى الفترات اللي هي المغارات الودية اللي احنا لعبناها دي كان في وزن زايد فطبعا ما يقدرش لكن دي من اللعيبة اللي حابب إن شاء الله خلال الفترات اللي جاي أنها تجهز يضيف كتير ده يضيف من اللعيبة اللي تصنع الفارق ويضيف الحقيقة لأنه عنده حاجات كويسة جدا 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 لعيب تقيل ولعيب مميز جدا جدا الحقيقة برضو نفس الحقيقة محمد محمود ياخد اشتركوا في القناة